طيب خلينا نتري أخبار الأهلي ببعض الأوروض اللي موجودة في الاتقالات الشطوية بالنسبة للعبين في الأهلي كلهم نتلاقيه طبعا في بعض اللعبين اللي ممكن ما بلعبوش بانتظام تالت الأندية تتكلم وتبعت يعني خطبات للنادي الأهلي بخصوص الأعارة في يناير القادم منهم صلاح محسن اللي ممكن يكون بتاعت قليلا عن المشاركة بشكل كبير في التشكيل الأساسي أو حتى النزول إلى الملعب مع فرين نادي أهلي في الفترة اللي فاتت موسيماني بيعتمد على محمد شريف بيعتمد على حسام حسن في الفترة الأخيرة ولكن صلاح محسن ابتعد نتيجة ممكن إصابة ومن نتيجة برضو الفترة اللي ممكن يكون ناجح فيها محمد شريف في أغذى مكانه كلاعب أساسي في نفس الوقت حسام حسن برضو يكون متواجد معه وبالتالي كان فرقه أحد الأندية اللي طلبت صلاح محسن هنا رأي موسيماني هو أن لا موسيماني قاعد ومكمل فرصه في الفترة القادمة خصوصاً زي ما بنقول دايماً أن النادي الأهلي ومشاركاته في البطولات الكتير بتخلي أن أنت تخاف أو تبقى قلقان وحساباتك تبقى مختلفة في أنك تفرد في أي لعب ممكن تحتاجه في أي وقت نتيجة إصابة اللعب من اللعبين الأساسيين نتيجة مثلاً أي ظرف ممكن يحصل وبالتالي طبعاً صلاح محسن متواجد ومكمل مع النادي الأهلي في الفترة القادمة كريم فؤاد كان أحد اللعبين في ظل الإصابة اللي كانت موجودة لعلي معلول كان بيجربهم موسيماني في الجبهة اليسر زي ما أعطي لكم منذ قليل أن علي معلول خلاص نزل التدريبات الجامعية مع المنتخب التونسي ويعني ممكن على الماتش اللي جاي ممكن معرفش بقى هل المدير الفاني المنتخب التونسي لعبه وده ممكن يبقى فيه خطور عليه ولا لا لكن في الآخر موجود علي معلول ممكن أشترك في المباراة القادمة وبالتالي وجوده في مباراة السوبر الأفريقي إن شاء الله يبقى موجوده وبالتالي كان فيه تجهيز لكريم فؤاد عشان يلعب في هذا المركز الباكليفت على أساس لو علي معلول ما أقدرش يبقى متواجد في المباراة بشكل أساسي يعني حاجة جميلة كريم فؤاد يقدر يلعب لك نحي المين يقدر يلعب لك نحي الشمال وبالتالي دي حاجة هيلة طيب أيضا النادي الأهلي بيستقر على قيد الرباعي في القايمة الخاصة بكأس العالم أو يعني القايمة الخاصة بالسوبر أفريقا يبقى فيه مجموعة من اللعبين هيقيدوا اللي احنا عارفين ان احنا الصفقات الجديدة بالنسبة للأندية ما بيحصلش عملية القيد بالنسبة لها إلا في دور المجموعات لكن النادي الأهلي هيقيد أربعة بس فقط من الصفقات الجديدة عشان يلعبوا السوبر المصري وهيأجل اتنين كمان النادي الأهلي جاب ست صفقات الأربعة بس فقط منهم هما اللي هيتأيدوا لمباراة السوبر الأفريقية برستاو عمار برستاو وأحمد عبدالقادر وكريم فؤاد ولويس مكسوني دول الأربعة من الستة اللي هيتم تأيدهم في القايمة الأفريقية وهيأجل مستر موسماني اتنين من اللعيبة عمار حمدي وحسام حسن في القايمة الخاصة الأفريقية بالنادي الأهلي لشهر يناير المقبل بأمر الله في قبل دور المجموعات إن شاء الله بالدوري الأبطال لكن في قايمة أخرى وهي قايمة كأس العالم النادي الأهلي هيبعت قايمة مبدئية بتضم 35 لاعب منهم أربعة حراس مرمى هتتقلص هذه قايمة للـ 23 لاعب قبل انطلاق بطولة كأس العالم اللي نكون إن شاء الله في فبراير القايم هنعرفين طبعا مشكلة الوقت والتوقيت وتضارب التوقيت ما بين كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم والأمور بالنسبة للنادي الأهلي طبعا في تخوف في اللاعبين اللي ممكن هيكونوا مشاركين مع المنتخب الوطني في حالة طبعا وصول منتخبنا للدور قبل النهائي في هذه البطولة هتبقى صعبة جدا وحسابات مختلفة أو حسابات هتبقى صعبة جدا مشاركة النادي الأهلي في هذه البطولة بمجموعة اللعيبة اللي هتبقى متواجدة يعني مش دولية يعني أتمنى الأمور دي في فترة جاية في محاولات من النادي الأهلي وفي اجتماعات وفي كونفرنس يعني موجود دايما واجتماعات مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي عشان يوصلوا لحل اللي الوضع دا كان فيه اقتراح من الاتحاد الدولي إن هم يفتحوا للنادي الأهلي القايمة تبقاش 23 تبقى أكتر من كده لكن في الآخر النادي الأهلي يعني يهموا اللعبين اللي هم بيلعب بيهم بشكل أساسي واللي هم موجودين في المنتخب المصري في الوقت دا لو وصلوا ليه المباراة النهية أو المباراة القبل النهائي هتكون في نفس التوقيت وبالتالي طبعا هتبقى صعوبة في إشراك يعني أو بيبقى آه 30 لعب عند النادي الأهلي كلهم لعبة كويسة لكن دول اللعبين المميزين للنادي الأهلي بيعتمد عليهم والقوام الأساسي للنادي الأهلي إن شاء الله نتمنى إن الأمور دي تتحل بالنسبة للنادي الأهلي في الفترة القادمة